على امتداد المناطق هنا يتنسم الإنسان عبق الحضارة والتاريخ من حيث دخل الإسلام إلى السودان وفي جزئه الشمالي وبالتحديد عند قبيلة المحس تتراء صور للجمال والأصالة إنسان بطبعه ميال للخير والتواصل والمحبة برغم قساوة الطبيعة وصعوبة العيش على مساحة الشريط النيلي وكما انتشر علماء المحس في أرجاء المعمورة يعلمون الناس قيمة الحياة والدين والفضيلة تتعلق الحضارة في تجل واضح على أستار المكان عاشت الممالك وتعاقبت فكانت مملكة كوكا هي إحدى السمات المميزة لتاريخ المسيحية والإسلام تواجد قديم لعلماء ومشائخ المنطقة في بقاع السودان المختلفة خاصة وسط البلاد نشراً للدين الإسلامي وتعريفاً بالحضارة جبل سيسا والذي يحمل كثيراً من ملامح مملكة كوكا ويعتبر أساساً للحكم لممالك مسيحية متعاقبة يقف شاهداً لمراحل تلك الفترة التاريخية تتعدد الروايات والمشاهد والفصول حول جبل سيسا لما كان يمتاز بمكانة مهمة ولكونه يقف معلماً تاريخياً إلى يومنا الحالي يحكي عنه من يجاورونه مكاناً وعلاقة معرفة بكثير من الفخر والاعتزاز بأجيال عمرت الأرض في هذه الديار قلعة أخرى من قلاع مملكة كوكا كان يزف منها الملوك وتتعاقب الوفود وتختلف الطقوس وطرق التتويج والاحتفال كانت لمملكة كوكا علاقات خارجية تمتد إلى اليوم تحولت إلى تكوين نسيج فريد من مجتمع يحمل ذات الطبائع والسمات ويبدو أن المغني ما يزال يصدح في الآفاق بمآثر المملكة المسيحية الإسلامية كعلاقة وجدانية تمتزج بالمشاعر وتفتتن بها النفوس والقلوب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر